في رسائل جميلة لكم والله يجمل أيامكم اليوم مميز صراحة في رسائل جميلة وخاصة لأبو سليمان اليوم أبو سليمان وبدعنا دائما دائما لإبداع يشعر من أبو سليمان وليهون الربع والله هذا أخوكم وحبيبكم وابو فراج يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير والإيجابية للجميع يسلام على أبو فراج أنت أكبر إيجاب يا أبو فراج يقول ونحيي فيكم روح المرح والفرح وتحية خاصة للعم أبو سليمان ونحيي فيه الروح الشبابية أبو فراج يشتقول لأبو فراج يا أبو فراج الله يجيبك بالسلامة يا أخي أعتراحنا مشتاقين لك دائما نسمعك طل عمرك من وراء من بعيد يعني وأنت قريب نحنا نسمعك من بعد لكنك قريبا في القلوب يا أخي شرفنا يوم كذا نغديك يطل عمر على الهواء طل عمرك هاكل هارفي ونسعد بجيتك وترى اللي أجيت كلهم جاوها للكويت كلهم استاهل استاهل هذا أبو فراج مو من الكويت هذا من السباع السباعي يا سباع السبعان كلهم نسابة وجيران وزملاء ونعم والله ونعم بكم بكلكم الله يجزاك خير يا أبو سليمان طبعا عند رسائل كثيرة يثنون يثنون ثناء كبير جدا على الجلسة أقرأكم حتى هنا يقول ما شاء الله استراحة حلوة جميلة ما شاء الله منورين الجميع هنا لأختكم من فهد الإعنزي من العلا تقول السلام عليكم صباح الخير أخباركم يا أبو راشد ما شاء الله تبارك الله أسعدتون اليوم الله يسعد أبو سليمان سوى الفطور ما شاء الله تبارك الله عليه أختكم من فهد الإعنزي وهذا أيضا تقول حلقة رائعة من أجمل الحلقات تكفي يا أبو راشد نبي تتغير الرتم اليوم الحلقة رائعة من تغيير المكان إلى الخارج نتمنى تستمرون المرة الجاية إن شاء الله عند أبو علي هو اللي بيسوينا زيك الخبيزات لا أحتاج قالوا اليوم غير فعلا من العام إلى الآن هذا غير طيب هذا أيضا أختكم راشد البلوي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماشاء الله تبارك الله على الجلسة الحلوة المفيدة للمشاهد من الآباء الكرام طبعا قات برئاسة أبو راشد أنا ماني برئيس أنا أخوهم وأقلهم تقول جزاء الله خير جزاء من كارزمة الحكمة سعادكم الله دين ودنيا وفقكم الله لما يحب يرضى أبو محمد لو ما تجينا إلا هذه الدعوات والله العظيم رغم أنك على جوالك منت بمعنى والدعوات تجينا ما دعوات معكم يا براشد أعطنا وجه يا أخي مثل ما قلت يعني هذه الدعوات لنا كذلك المشاهدين لهم فوائد أحيانا يطلع من عندنا فائدة يطلع من عندنا كلمة يطلع من عندنا سعة صدر للجميع سلام عليك معلم أننا ما عندنا لذاك التكلف والله لازم الواحد يحفظ في البيت واللي يجي نحن نجي بسلقتنا بطبيعتنا لا تكلف ولا يعني ما كنا نحسب حسابها الوجبة إلا أننا بنطلع وكم عدد اللي بيجون اليوم ما حسبنا يعني ولا رتبنا الجلسة بره ولا رتبنا الجلسة بره ولا الحمد لله هذه نحن دليل نحن لا نتكلف في إبدال معلومة ولا نتكلف في الابتسامة ولا نتكلف حتى والله يمكن الواحد لو طلع يرفع شماغه اللي قيتها صلعة اللي قيتها شعر تكلم عن نفسك لو سمعت تكلم عن نفسك أبو محمد طيب هذه أختكم الشاعرة حمده والله قالت كلام جميل صراحة يكتب بماء الذهب أودي نسمع هذا كلام تقول الله يسعد صباحكم ويسعدكم ما تدري قد إيش أمي مستانشة على جلستكم وقصايد أبو سليمان والله يودي إنكم تشفون الضحكة والفرحة على وجهها الله يسعدكم قد ما سعدتونا تقول يعني لو تشفون الفرحة وسعادة أمي ما تتوقعون هذه السعادة هذه السعادة الكبيرة الله يسعدكم ويجزاكم خير جميعا والله يجزاكم الله خير أيضا اختنا الشاعر وحمده الزهراني على دائما مشاركاتها الرائعة حبيب إن شاء الله الأسبوع الجاي نجيب بوفيه مفتوح نغير برضو المكان بيظى الله وجهك وفطور بوفيه مفتوح إن شاء الله وعلى طاولات ويستاهلون الجمهور وتستاهلون أنتم بيظى الله وجهك بيظى الله وجهك شيخ أحمد والضيوفنا والمتابعين الله يجزاك خير يغنيك أجل تعال كل يوم شيخ أحمد إذا في فطور تعال كل يوم واحد ما نعطى وجه أن بعض المسع بعد المسلوك البيض مسلوك هام شي إلا بعد إلا بعدك هانت والله يا أخو الله تهبل منك يا ببراهيم أول تعالي أنك تصلح بيض مسلوك تصدق خطيرا صدق أنك خطيرا أنا أعرف والله خمسة من أخويائي كلهم يصلحون بيض مسلوك سر هذا سر أنا أعرف خمسة من أخويائي كلهم يصلحون بيض مسلوك ما شاء الله عليك يا أخو زي ببراهيم زي ببراهيم تتلبذين علي طيب هذا أخوكم نايف العنزي خويكم أبو مشعل نايف العنزي يقول الأخ براشد من الكويت طبعا هذا من أعضاء المجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي شكروا الأربيس ترى يا حبايبي شكروا الأربيس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامي للأعمام أبو سليمان والعم أبو صالح والضيوف الكرام والجميع إن وراءنا يوما عظيما أمره شديدا هوله لا ينفع فيه مال ولا بنون إنما ينفع العبد أن يأتي ربه بقلب سليم سليما من الأحقاد والأغلال والحسد فلا تطو أقدام أهل الجنة الجنة إلا بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل ويرفع ما في نفوسهم من حسد وشحنى فتصبح بواطنهم كظواهرهم صفاء ونقاء جمالا وبهاء إن نقاء القلوب وصفاء النفوس وسلامة الصدر مطالب شرعية يجب أن يتحلى بها كل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحلوا لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أخوكم نايف العنزي جزال خير أبو مشعل من الكويت تعليقك شيخ أحمد على كلام أبو مشعل والله أبو مشعل حقيقة شاركته طيبة سماعة يرمى نافعة وطالعة من قلبي ولذلك الكلام اللي من القلب يصل للقلب وفيها موعظة وفيها تذكير لنا جميعا ونحتاج إلى التذكير فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فجزاها الله خير والله يكثر أمثاله طيب بالنسبة أيضا إخوانا تفتحون انتصالات بارك الله فيكم أيضا عطونا نسبة الوقف وصلت الوقف